كان ماتش البنك الأهلي في آخر ثانية في الماتش حصل موقف كوميدي في الماتش ده طبعاً الزونفولي جن هايل يعني وصابة إبراهيم الباكرية قاله خبالك حلواني بيعملها كويس جداً وقاله لا على جثتي أو سيدر الداخل كان آخر ديه في الماتش آخر ثانية في الماتش فالحمد لله جبتها حتى بعد الماتش كان زعلان رح تسلمت عليه قلت له ما تزعلش الحمد لله قادر ما شاء فعل وكان فائد توفيق كبير جداً ليا بصراحة وبرضو هيا دي الجن ده بس برضو كبتا كريم عايز أقول لك الحاجة يعني عايز تبقى في الديا 95 وبقى بنفس التركيز وبنفس القوة دي يبقى أنت أكيد شغالة على نفسك صح أكيد اشتغل أكيد بتاعب أكيد تفاصيل الزغارة بتاع تلعيب الكورة لازم تيتمي بيها عشان تنجل هو فعن حاول فيها جداً حاول حاول هو عارف على فكرة نشوطة في الزوة دي بس هي القوة بتاعتها القوة بتاعتها الحمد لله بقى هي القوة بتاعتها راحت أقوى من هوم الكورة أسرع الكورة أسرع والحيطة وحشة مهبولة كبتا أنا بجأي الفاولات أنا بذاكر أحطها فين ما عمكم أحدش ياخد باله يعني ممكن واحد طويل أو كده أو الحيطة كلها لو طويلة أحطها من وراء الحيطة زي مطش الجونة في الكاس مصري الأسوان والجونة كان برضو في الديا 88 جاي فاول برضو كان صفر صفر حطتها الحمد لله وكسبنا بها صعدنا بها الدور الـ 16 كان بكون الحيطة طويلة أنا حطتها من وراء لو حضاج بتاعها من براء الجوة من براء الجوة بذاكر ماتشجورة في الكاس بذاكر بشوف بشوف هحطها ازاي مهو على البداية سواء تعمل ديك موهبة فلازم تستغلها كواس أولا كريم لازم تستغل المهوبة بتاعتك والمهوبة بتاعتك تظهر يعني